كلينيك صوت لبنان من جديد برحب فيكن جميعاً أصدقائي المستمعين نحن بعملية خسارة الوزن سواء كان بعملية جراحية أو من دون عملية جراحية إذا ما اتبعنا نظام غذائي ما فينا نحافظ أبداً على النتيجة ولكن لما منخسر الوزن من بعد عملية تصغير المعدة في ضرورة التزام أكتر حتى نحصل على النتيجة تماماً يلي بدنا إيها لحن نحكي اليوم عن هالتفاصيل وعن أمور أخرى بعد كتير أسئلة طبعاً للاختصاصي بيجي راحية البداني الأستاذ المحاضر بجامعة موريال كندا ومؤلف كتب طبية على هالصعيد دكتور ناجي صفا أهلاً وسهلاً فيك عبر صوت لبنان أنا دايماً بختصر بختصر ألقابك بهيدي لأنه عضو الجمعية الأمريكية وعضو الجمعية لأهولي للأطباء وجراحية الجهاز الهضمي بتصير العملية طويلة كتير قديش بس هيك سؤال عام وفضولي قديش لما بيكون الإنسان هو اختصاص وجهاز هضمي وعب يعمل هالجراحة شو الفرق بين يعني فيه جراحين عامين وبيعملوها يعني وبتنجح معن بس شو الفرق أنا بالنسبة لأقلي كمواطن ليش يعني أهم إنه روح عند اختصاصي هو اختصاص وجهاز الهضمي وجراح بداني تحديداً هلأ الطب كله سر متجه أكتر صوب الاختصاصات يعني ما بقى فيه كتير مجال إذا بدي كل شي عام يعني إن كان جراحة بالعامة أو طب عام أو حتى تجميل عام الطب العام هو فقط بيوجه أكي صرنا اليوم أكتر كل شي خاصة بالعالم الجراحي صرنا كتير منرتكز على التخصصات ليش لأنه أول شي جراحة تطورت كتير تاني شي المعدات كتير تطورت والتكنولوجيا وهذا الشي بيخلينا وبيسمح لنا بس ما نكون عم نختص بشغلة معينة بس عم نمارس هالاختصاص هيدا أول شي بيسمح لنا إنه ناخد خبرة أوسعة بكتير بهالمجال بيسمح لنا نكون مطلعين أكتر بكتير بهالمجال يعني بالذات على كل التطورات اللي عم تطلع على الأبحاث اللي عم تطلع جديد وبنقدر بالطريقة نحسن نوعية علاجنا والأكيد النتيجة اللي بدنا نعطيها للمرضى تابعونا نعم يعني بس مثلاً اختصاصي للجهاز الهضمي بيكون عارف بالمشاكل يلي ممكن تنتج عن بعض الأشي يعني يمكن أنت في تعمل عملية صغير معدي وتكتشف مشكلة تاني كمان بالجهاز الهضمي أكيد أكيد هلأ هي أصلاً كل أنواع الجراحات نوعاً ما فيها شي مشترك يعني نوعاً ما أي جراح بدو يتخصص بأي دومين ممكن فيه عنده دايماً شي من سميل ترونكم ما يعني عنده فترة من الزمن بدو يتخصص يبدو يقطع بإختصاص عام بدو يكون عنده خبرة بالجراح عام وبعدين بيرجاع بيقرر كيف بدو يتجي إذا بدو يتجي سوب مثلاً جراحية الشريين جراحية المسارين جراحية التنحيف جراحية التجميل بس فيه عندهم دايماً شي بيكون بنفس الوقت بالأول بيبلش مثل إذا بدك تدريب بيكون عام للجميع تحتالي يكون عندهم الخبرة الكافية بالمجالات عامة طيب لما بتفوتوا أوقات فيت أنت تعمل عملية صغير معدي ممكن تتفاجأ بشي مثلاً تلاقي فتق ما كنت مكتشفه أو تلاقي حده حد المعدة بتلاقي مرارة فيها مشكلة أكيد هذول الحالات النادرة بس دايماً فيه يعني هذول الفحوصات بتفرجيكم عبل الفحوصات تعطينا فكرة أولية تحتالي يعني ما نكون فيه مفاجأات كبيرة بس دايماً أوقات بيطلعنا يعني بتصير أنه نكتشف أساس خلال العملية وبتتصرفوا نعم مرة كنا عم نعمل عملية تزغير معدي لقيت أنه فيه على مثل على فوق الكلاوي ضغري فيه نوع من ورم ورم صغير وكجعنا بعدين كفين عملنا صور أكتر وعلاجنا أكيد بس الفكرة هي أنه الاكتشافات اللي بتصير خلال العمليات لو نسميهم الفورتويت أو السبورادي كيف نكتشفون بتصير بكل أنواع الجراحات دايماً بس ما بدنا نفوت على أي بطن نعمل أي عملية عادةً بنضور من جري قبل ما نباليش العملية نستكشف كل شيء لأنه هيك كفتنا يعني تحتالي نفحص ونعمل بالآخر التقرير طبعنا يكون واضح من هالنوقع دكتور ناجي صفا خليني الفوت لأصدقاء المستمعين وكلكم بحييكن يلي عم تبعتوا تحيات أنه فيكن تتصلوا وتطرحوا أي سؤال على دكتور صفا أرقام التليفون 01325555 إذا كنتوا تتصلوا من خلال السليولار 76611 003 أو 005 بالإضافة للواتس أب وبدأتمنى من خلال الواتس أب فقط الرسائل المكتوبة ما فينا نقود فويس أو ما فيكن تتصلوا على هالرقام 76611 001 دكتور صفا هالعمليات كلها سبقا قلت لنا العمليات البدانة أو جراحة البدانة للتنحيف إن كانت تصغير معدي أو بايباس أو غيرها كلها صارت عم بتصير بالنضور أكيد هلأ ما بقى فيه أصلا يعني معظم الجراحة ما بقى في الجراحة كبير معظم الجراحة اللي بتنعمل على البطن حتى منا بس لجراحة البدانة صارت عم تنعمل من عدد سنوات يعني كبير على النضور الفرق الأساسي هو اللي عم بيصير هو إنه أكيد اتطورنا من الجرح الكبير للجرح الكتير صغير طبعا النضور بس كمان اللي بتغير بالعمليات وبتغير بإذا بدك بتقنية العملية هي المعدات اللي بتتطور لأنه اليوم أكيد النضور اللي اليوم نستعمله الصورة اللي عنا إياها الدقة اللي مقدر نستعمل المعدات تبعيتنا فيها ما كانت إيهزاتها موجودة حتى لو كنا نعملهم من عشر سنين بالنضور دونك التطور دايما عم بيكون بالطب متن ما هو تطور التكنولوجيا يعني اللي بتعرفي كل التب وخصة الجراحة بتلحق كتير التكنولوجيا دونك التطور اللي بيصير اليوم بيسمح لنا أنه نعمل هالعملية بالنضور أكيد بوقت أسرع بكتير تاني الشي بجروحات أقل أوقات وخصة أنه بسلامة أعلى بكتير ليش لأنه صرت الصورة اللي بنقشعها فيها دقة أكتر وزيادة عن هيك المعدات اللي بنستعملها تحت اللي نعمل هالعملية صارت هي كمان إذا بديك مدروسة أكتر وفيها متانة أكتر من ناحية كل التقنيات العملية اللي بدنا نقيم فيها نعم كمان للصديقة اللي بيخلاص الرقم بـ 899 ياريت بتكتب السؤال لأنه سبق وقلت أنه ما فينا نسمع فويس يعني منفضل أنه يكون السؤال مكتوب ومش نسمعه وممكن يفسح مجالة سؤالة فيهم كنا عم نحكي قبل عن النظام الغذائي وبالبروموسيون شددنا على هالنقطة ليش وقديش بدنا نلتزم بنظام غذائي معين من بعد عمليات البدانة وهل كله نفس السيستام بدي يكون أو أنه عملية ربط المعدة أو تكميم المعدة أو طوية مختلفين الرجيم الغذائي اللي بدنا نعتمده عن البايباس لا أكيد هلأ هنا مهمة تير نوضح الشغلة الأساسية هي أنه العملية هي بداية الطريق لازم دائما نعرف أنه نحن العملية اللي بنعملها عملية البدانة هي منى مثل شي سحري رح نعمله ورح تنحل المشكلة كلها ويروحوا الوزن الزائد لا هي البداية طبع الطريق يعني العملية البدانة بتكون إذا بدك أول مرحلة من هالرحلة هاي دي وبعدين الشخص اللي عم يعملها اللي عمله هالعملية مفروض هو يلتزم نوعا ما بمتابعة معينة وأكيد بنظام معين تحت لي يقدر يستفيد مية بالمية ويأخذ النتيجة الكاملة من العملية وهون بيدخل دور أكيد من غير أساس كمان يعني في غير أساس بس بيدخل دور أكيد النظام الغذائي اللي بدنا نعمله من بعد العملية من ناحية النظام الغذائي كيف بده يكون أكيد منه هو ذاته لكل أنواع العمليات وأكيد منه هو ذاته عند كل الأشخاص أول شي نظام الغذائي بده يرتكز نوعا ما على الشخص بحد نفسه تحت تالي نشوف هو شو الأنسب نظام الغذائي نقدر نعمله عنده وزيادة عن هيك عدا عن أنه كيف الشخص المعين كيف بدنا نعمله كل عملية بعمليتها أكيد عندها نظام غذائي نوعا ما بيلطبيق عليها أكتر أكيد فيه بالأواعد عامة رح نمشي فيها ورح نتبعها مشان كل العمليات بس بضل فيه شوية تفاصيل بتفرق بين عملية والتانية نعم خلينا قبل ما تبع معك في نيداء إنساني كتير ملح لأنه المطلوب سبعة وحدات من دم A-B-Positive يعني جديد بدي كون إذن المطلوب دم من فئة A-B-Positive لعملية قلب مفتوح بمستشفى أوتال ديو والمتبرع لازم يكون عمره أقل من خمسين سنة هاي دي هلأ يعني صارت توسية أكتر إنه يكونوا تحت الأعمار معينة لح نرجع اللي عندك ونتابع دكتور صفا إنه كم وجب الطعام لازم يأكله هلأ بتعرفي النظام الغذائي عامة دايما ما نجرب حتى إنه إذا ما مناخد بحد نفسه بعين الاعتبار العملية لازم دايما نكتر الوجبات الغذائية كعدد ليش لأنه هاي دي الشغلة بتحسن الحرق بالجسم يعني بتساعد إنه الميتابوليسن طبع الشخص يكون أسرع نحن عادتاً مننصح إنه يتراوحوا بين الأربعة والستة لحديثة الست واجبات بيكون كتير منيحة هدولي من ناحية عدد الوجبات هلأ الكميات هون أكيد الكميات رح تكون صغيرة ليش؟ لأنه أي عملية رح نعملها لتحتي للنزل الوزن هل العملية هاي دي رح تكون نوعا ما عم بتزغر حجم المعدة بس ما تزغر حجم المعدة ما رح نقدر نكون عنا كمية كبيرة من ناحية الوقعة بس المهم هي إنه نكتر الوقعات يعني نفس الأكلية اللي بدنا نكله ع ثلاثة وقعات نقصمه ع ستة مظبوط هلأ هو أكيد الكمية بتفرق ليش لأنه حجم المعدة صار أصغر يعني ما بقى فينا ناخد نفس الكمية الكبيرة ساعتها ما منضعف من مالية ومنضعف تاني مالية أصلا ما بتساعل معد بقى هالكمية الكبيرة دونك منحس بالشبع قبل بكتير نعم مشان هيدا السبب منزغر أكيد حجم الوقعات بس منزيد العدد اللي هو مفروض يكون نوعا ما بحدود بيتراوح بين الأربعة والست وقعات ليش البعض لما من بعد العمليات البدينة بيحسوا إنه إذا أكلوا لح يديقوا بصيروا يلجقوا للبوزة للشوكولات لهالمأكلات يلي سهلة بتقطعوا وبتمرق بسرعة أكيد هذا السؤال في عنده مرحلتين بالجوية تبعوا أول شغلة بدنا نعرفها هي إنه عادة من ناحية بس ما نلجأ لكل شي فيه سكر عادة هيدا عادي يعني نحنا بنكون معوّدين وجسمنا بيطلب أو إذا بديك نحنا بنطلب نوعا ما لطعمة السكر يعني بيكون هالشخص معوّد على شي اسمه طعمته سكر إن كان بوزة أو إن كان الشوكولات أو إن كان غير أساس مشان هيدا السبب بيصير أكتر وأكتر يجرب إذا بديك يحتال على العملية بشكل من الأشكال تحتال يقدر يدخل السكر على جسمه هلأ من ناحية العمليات مش كل العمليات بيزعجوا بالأكل يعني السؤال اللي عم سألين إيه هو بس شخص يحس يأكل ويدايا عادة هيدا بتصير أكتر الشي بعملية ربط المعدة ما بقى كتير عم نعمل اليوم ما بقى كتير عم نعمل اليوم اللي هي عملية الحلقة اللي كانت هي ترتكز نوعا ما أساسا على إنه إذا أكل زيادة الشخص لو حتى لقم صغيرة بده ينزعج مظبوط بده ينزعج وبرك يضطر كمان إنه يستفرق هلأ العمليات اللي سرنا نعملها اليوم ما بقى عنا أبدا هالإحساس هيدا ما بقى أبدا بتعمل هالحسة إنه مندية وبننزعج خلال الأكل بالعكس الأكل مفروض يكون الحسة تبعيته فيه طبيعية بس الفرق هو إنه هالمعدة بدل ما تحتالي يحس بالشبع يكون أكل كمية كبيرة لأ رح يحس بنفس الشبع بس قبل بكتير لأنه الكمية رح تكون أصغر قبل ما نتابع معك دكتور صفا منحب نحصل على شهادة حية دايما عم جارب يكون في معنى حدا هوي خضع لهالجراحة يعطينا من خبرتو مشينك بدهيقول للصديق المستمع أول شي بدهيقول له بونجور يعطيك العافي بونجور وبدنا نشكرك سلف على شهادتك لأنه كل المعلومات يلي أنتم رأتوا فيها ممكن تساعد كتير يلي عبيسمعو وعم بفكره بس بدهي تمنى عليك إذا فيك شوي توطي الراديو من حدك عمول محروف أنا ما في راديو حدني آه لكن في صوت صدا كأنه غريب على البناء لك حطا عقب السيارة هيك لا ولا يهمك خلاص مش الحال خبرنا أول شي كم كيلو زيادة كان عندك عندي أربعين كيلو زيادة أربعين كيلو أدي عمرك؟ عمره هلأ خمسة وخص العمر كله أربعين كيلو كانوا زيادة من البداية كنت عندك وزن زائد أو صار الوزن الزائد مع الوقت يتراكم أنا قالي يعني إش بدهي إليك من عمر ثلاثين سنة جاري بعمل رجيم بنزل عشرة كيلو نعم خمسة عشر كيلو برجع بطلع عشرين اللي بطلع زيادة حتى وصلت وزني مئة وثلاثة وعشرين كيلو اللي بخلص يعني ما بقى بده القصة مش مزحة أخدت القرار بعملية أنت عندك مشاكل صحية تانية أنا كان عندي بس ضغط ارتفاع بضغط الدم ما عندك لا سكرة ولا دهون بالدم طيب أنت أخدت قرار العملية على أي أساس أنت نقيت أنه أنا هل عملية بتناسبني وأي عملية عملت بحيكي بصراحة أنا كنت تشوف دكتور رنجي صفعة تلزيون نعم أكل تسمع لي وأنا كنت حفظة دراسي بس تارفي عطول في ناس بيخوفوكي في العملية شباد بك باج الشيغلي وكذا وأنا بيت بشتغل بتباية نعم أنا ورجع مرة على الطريق، طلع عنده قيميك بزيابيج في قوشة توتريانون شفته ضغري لكن لم أفكر ترفيت على النهر الموت ورجعت لعنده وضلت طالع عنده نعم بدون موعد بدون موعد طلعت لعنده نعم استقبلني كثير مجمين الحكيم قال لي لي وعندك وزن 40 كيلو أدك عملية ستير فعطي لي ورقة لالضمان أنا بزيت الوقت رتحت له للحكيم نعم واضحة كثير يعني دغل رتحت له لو رتحت له يمكن مجل تعملتها ملاي نعم فضعتني ورقة الضمان وقدمتهم وعملت العملية بالصراحة يعني ما فكرت ولا خبرت حدا لأنه إذا بدأت تخبر حدا نعم يصيروا يخوفوك بس بدي أسأل دكتور صفا هون أي عملية عملت له لي ليو؟ لسليف يعني هي تصغير المعدة قصة المعدة أي ما تعملش العملية ليو؟ عملتها في سينكويت ديكسني ديميل ديستة آه صرنا أكتر من سنة نعم حلو هلأ فينا ناخد مظبوط يعني نتيجة ديقت بالعملية وهل صارت حضير قبلها؟ ولا لأ كانت يعني الإشياء سهلة؟ كتير هيني أنا عملت العملية طلعت من العملية يعني كأني ما عملت عملية ما حسيت ولا بوجع ولا حسيت بالعيان ما حسيت بشي أنا بالنسبة لأيليه ما حسيت بشي نعم أنت كنت متأيد بكل الإشياء اللي طلبوها منك قبل؟ طبيعي طبيعي يعني لما منتأيد مظبوط بيكون المضاعفات أقل؟ ولا كل شخص شي؟ والله أنا بالنسبة لأيلي ما حسيت بأي مضاعفات ما حسيت بشي حتى بالعكس فائدني الحكيم بشغلي أنا كنت أخد دواء ضغط نعم وحبت دواء ضغط كبيرة نعم يعني أول مدية ما في كتب العيان نعم قال لي ليه جرب على ثلاثة جرب خد ضغطك على بكرة والضهر على شي شوف ضغطك كيف نعم طلعت أنا هيك على شي شهرين جرب ما يطلع ضغطي عمين جرب ومحتي في حكيم الضغط حكيم الضغط بلقبك دواء تاني حب صغيرة بدي جرب نعم نعم بعد شهرين رحت حكيم الضغط لطلع أخي بطلع ضغطي قال لي كيف توقف الدواء لطلع أخذ لي ضغطي نعم أخذ لي ضغطي وعمل لي تخطيط وعمل لي أكل القلب قال لي خلاص وقف لأنه نزل وزنك ايه في لا أول يعني لو أنا اللي حكيت لحكيم ضغري دواء تقول القلب ضغري نعم يمكن عطيني حب أصغر أنا ما أخب حكيته لأ هني صاروا يعرفوا حكم القلب وحكم الضغط أنه لما منخسر كتير من الوزن بيقلولا شهر عسل مع الضغط يعني بيقطع بفترة سنين طويلة بيكون معمل يطلع فيها الضغط قدي خسرت كم كيلو ليه خسرت نازل 6 وقدي كيلو بقدي أربعة وقديش بخلال هالسنة كلون نعم وهلأ بعدك عبتنزل ايه بس أنه خفيف لأنه أنا بينه وبينك يعني يعني ارتحت كتير هلا نعم عندي وقت نزوم الأربعة بصراحة يعني أخذ وقتك هلا مش عبتقهر حالك بشي لا برتاح كتير يعني بتصير لك بيعمل العملية هاي ما بيقدر ينزل على الرجيم بيعمل هاي العملية بيصير شخص تاني نعم كليا نصور أنت حملة 40 كيلو وماشي على الطريق نعم شو غيرت لك بحياتك غير على الصعيد الصحي كل شي شو بديك الجرية ما كان فينا أمشيك ركابة نعم كل شي حياتي بالبيت تغيرت حياتك بالبيت حياتك العائلية حياتك الاجتماعية أنت نفسيا ترتاحي نعم بصير تيابي فوتو فيك كل شي كل شي بتغير بتصير تنبسيط تجيب تياب جديد نعم بلان ما في ما في شي بيزبط عليك شو 40 كيلو شو بدي يسكر عليك مزبوط ما بعرف إذا في شي بتحب تقوله للأصدقاء المستمعين ليو بناءا على خبرتك وهلأ يعني بعدك مستمر بنفس الشروط وبنفس الالتزام ولكن حزب ما فهمنا منك عب تاخد نفس أكتر يعني عم بتزعبر شوي أوقات ما فيك تزعبر بس أنا بحب انصح الشباب اللي بيعمل عملية نعم القطس بيدر يرجع وينصحوا يعني مكلة شيبس والشوكولات كله بيمرق أيضا أنا أقول وقفتهم كلهم وقفتهم نهائي لأنه بيمرق وبتأكل تأكل لوح الشوكولات بيمرق ما بتحس فيهم لا بيضوبهم بقى أرسيش يعني عشان كيف بقى أنا وقفتهم كلهم هؤلاء ما لازم يتلقون وبنصحهم اللي مع ما يقدر ينزل وزنوا ما عنده غير حل إلا العملية والعملية هاي كتير ما بيحس لشي أنا بالنسبة للي ما كأني عملت عملية نعم يعني أسارة فقط كانت إيجابية بس حب أشكر دكتور صفا لأنه دكتور كتير تلسنيله بالليل بالنهار دي غري برد أحسين صحي بدي أشكرك كتير لليو الحمدلله على السلامة ومبروك القيلي بالجديد إذا فينا نقول لأنه الواحد بيكون عن جد مبسوط بحاله ترجع 20-20 لورا فعلا كان عمر 30 سنة كان فعلا شكرا لألك لليو بتحب في شي بعد كنتك تقول شي ولا نعم كنتك تقول شي بس بديله مرسي للدكتور لأنه لو ما رأي لو مرتحت معه ما جنتك عملته مرسي كير له ومندمت شكرا لألك ليو أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان في كم سؤال بدأت رحلنا عليك دكتور صفا يعني 36 كيلو بخلال السنة يعني نحنا ممكن نحصل بسنة على النتيجة اللي بدنا إياها إيه هو بالمبدأ يعني بين السنة والسنة ونص بدا المعنى لحديث بسليف بقص المعنى بدا المعنى لحديث السنونس يعني 18 شهر بدا المعنى تحطي للنزل للوزن تبعنا من بعد الوزن البدنائي مضبوط من بعد الـ 18 شهر بمعظم الحلات الوزن ما بقى بينزل بيصير سابت في سؤال رقم بيخل 2-9-7 بيقول بنتي عملت وبعد عم نراجع الدكتور بيقول عملت بلوك نزلت 20 كيلو وقفت ما بقى عم تنزل صار للسنة ونص هلأ من ناحية بعض الأشخاص خاصة بتصير عند النساء كتير من الهين انه يصير فيه بلوك البلوك معظم رقوات بيكون إله علاقة بالحرق بالجسم بالميتابوليسم طبع الشخص وخاصة عند البنات لأنه الأرمونات بيلعبوا دور مهم نحن ناخد مثل البنات اللي عندن التكييس على المبيض وكي الـ PCOS هن معرضين كتير من الزمن شو هو الشي اللي بساعد أنه البلاك يفك هو أكتر الشي الرياضة أكتر من أنه الريجيم أو الدايت أو شيء أكيد بساعد الدايت والريجيم بس الرياضة هي أكتر شغلة بتسمحنا أنه نخفف نكسر هلأ وفي شغلة كمان مهمة لازم نقولها بموضوع الرياضة تما نخلط القصص ببعضها الرياضة فيها أنواع في عنديك الرياضة اللي هي بتبني عضل أو بتزيد كمية العضل بالجسم وعندك الرياضة اللي هي أكتر شيء بتبتكز على الكارديو يعني على المشي أو الركض أو البيسكلات نعم كل شيء بيبني عضل منه عاطل هو منيح كرياضة بس للأسف بيمنع نزول الوزن شو يعني بيمنع نزول الوزن يعني الوزن ما بقى بيقدر ينزل نحنا وعم نبني عضل بيصير عنده صعوبة كتير تينزل ليش؟ لأنه الجسم بيصير عم يطلب إذا بديك أنيرجي أكتر هلأ كل أنواع الرياضة اللي هي بترتكز أكتر شيء على الكارديو يعني على الركض المشي السريع البيسيكلات هو بساعده خصة بالوضع الأشخاص اللي عم يعملوا من بعد العملية بيكون عنده نبلاك كتير بساعده إنه يفت البلاك وينزل الوزن بشكل أسرع نعم بس بيتمنع صديقي اللي عمل يتصل على هالرقام أبدا ما فينا ما فينا يعني لو بدنا بصير عوات إنه يطلبوا أنه بليز ردوا علي ما فينا نرد على هالرقام هيدا فقط للواتس أبيت فيك تتصل نفس الرقام بس بالآخر 005 أو 003 بلال أوكي كمان في جابي تكرم معينك سليمان بيقول أنا عملت نظام غزائي نزل وزن 12 كيلو بأربعة شهور بس المشكلة لأنه ما عدت بعدها كبيرة ومبين البطن بعد ما صغير أنا بمشي وبعمل رياضة خفيفة يعني هون بده بده يكفي بده وقت الجسم ما ليده بأوقات بينزل الجسم يعني منشوف ضب جسمون والبعض من بعد ما ينزل ما هي حسب قدي عنده وزن زائد يعني مثلا إذا عنده أربعين كيلو زياد وشهور منه 12 يعني بعد عنده طريق طويلة مش بده يسابر ويكفي تحت يقدير ينزل أكتر تيشوف الفرق علي بس بدي أعتذر منك ولكن دكتور ناجي صفا مش اختصاصية تغذية هو اختصاصي بجراحة البدانة مش هكي نحنا يعني ما في يجيوبك حول خصائص خبز خالي وغير وهل من الأمور لحنا رجع قلت لنا أنه بدي قصمه وجبت لأكل دكتور ناجي صفا بده هيدا على طول دايما يعني مش على طول لا هو أهم شي بتعرفي نحنا بنحكي بنظام غذائي بأول ثلاثة شهر بس من بعد العملية هيدا المكسيم طبعا حتى إذا مش شهرين ابتداعا من شهرين ما بقى فيه لزوم تنمشى عشي اسمه نظام بصير فينا خلص حياة عادية طبيعية صار نمط حياة نمط بس علينا بس نتبع بعد التعليمات اللي هي التعليمات العامة إذا بديك لا حتى للواحد يكون عم بعيش حياة صحية يعني قد ما فينا نجرب نخفف ونهرب من كل شي سكاكير كل شي منه منيح للصحة منيحة الأكل نجرب نتجنب وهو اللي بدون ما نكون عاملين عملية عدتا مفروض نحنا ننتبهلون ونجرب نخلي دايما شوية حركة بحياتنا يعني شوية رياضة إذا منقدر نعملها يومية على فترة أسيرة بيكون كتير منيح وإذا ما قدرنا بنعملها كم مرة بالأسبوع على فترة أطول بس هدول العويد لازم الواحد يدلهم التزم فيهم مش بس لأنه عامل عملية أصلا أي شخص حيبي بيحافظ على وزنه ويحافظ على جسمه على المدى البعيد وما يخلي أنه بس ما يزيد عمره يرجع ياخد وزن زيادة مفروض يتبع هاو التعليمات نحنا عادة النظام الغذائي مش مفروض يتخطر شهرين ثلاثة عادة إذا كان شخص كتير عنده وزن زيادة منحطه على ثلاثة شهر نظام إذا كان الوزن الزي اتبعه نوعا ما منه كتير مرتفع شهرين أو شهر ونص نظام من بعد العملية هنه كافيين تحتى ليعطوا النتيجة الكاملة وبعدين بتصير عادة حيات وهي بتكفي بالتوصيات اللي عندك حطيت إنه كل بالأول البروتيين وبعدين الخضرة أكيد نحنا دائما ليش نحنا عادة منكل سلعد بالأول في فترة معينة خاصة من بعد العملية بدنا ننتبه عليها نحنا ليش منركز على قصة البروتيين بالأول لأنه المهم كتير إنه يفوت البروتيين على جسمنا بهالفترة هايدي إنه نحنا عم ننزل وزننا فيها تحتير نحافظ على كمية العضل اللي عندنا إياها هايدي شغلة أساسية تاني شغلة كمان أساسية هي موضوع ترهول الجلد اللي بصير عند الأشخاص بس ما ينزل وزنهم كتير معروفة إنه بس ما نكون عم نزيد أكل البروتيين من بعد العملية منخفف قد ما فينا من ترهول الجلد الجلد بس ما يفوت له بروتيين بشد أحسن من نكون عم ناخد نظام غذائي خفيف بالبروتيين مش ناك نحنا منفضل نبلش عند الأشخاص اللي عاملين العملية من بعد العملية بنظام غذائي يبلشوا يأكلوا البروتيين بالأول تنأمن إنه قدروا يأخدوا كمية البروتيين قبل ما يشبعوا لأنه ما تنسي تتضمن إنه تتبعوا بسرعة هذا هو السبب فقط يبلشوا بالشيء الأساسي اللي هو البروتيين اللي هني عايزينه وبعدين إذا بعد عندهم محل بيقدروا بيقدروا يكفوا يأكلوا بيلال بيقلك يلي معه سكري بيقدر يعمل عملية تنحيف بيلال هذي المرة هو أكيد حسب الوزن تبعه قديش يعني حسب مؤشر كثير الدهون وكل هاو الموضيع بس هو عامة هالعمليات ومش بس الأسباب إذا بدك المشاكل بتزيد كتير بس ما يكون عنا سكري مع البداني وبدن نقل له لبلال إنه هلأ صارت العملية البداني هي علاج يعتمد كعلاج للسكري لأنه في حالات كتير بيروح السكري نهائيا ناخد اتصال ألو ألو مرحبا أهلا معكي مدام برخشون من طرابلو أهلا مدام تفضلي أهلا أنا صلي سنتين عملت تقريبا عملية المرارة نعم بعدني عمعاني من العيان نفس كتير ومشي سنة تقريبا عملت معضول للمعدة وللمصر لا أعرف شفرها لعيان النفس الزائم معي وبيصير معي أوقات نفخة وغوزات كتير مدام بس بدي أتمنى عليك لا حيجيو بك دكتور صافة لأنه هيدا اختصاصه بس نحنا اليوم عم نحكي عن جيراحك البداني تفضل دكتور صافة مقلة علاقة مباشرة بين عملية المرارة والعيان النفس يعني خاصة على المدى الطويل عم نحكي هلأ بدي تشوف بعتقد أكتر حكيم جهاز هضمة تحطيري بباركة يعمل شوية تحاليل خاصة بيقدر يعمل شوية تحاليل دم بيقدر يرجع يتأكد من موضوع النظور أو بيقدر يعمل صورة مع شرب يعني تشرب ويصور ويقدر يعرف تماما إذا فيش مشكلة معينة عم بتسبب هيدا العين النفس أهلا وسهلا فيك الطالبين حدا نذكر برقم التليفون 01325555 وإذا كنتوا عبتتصلوا من خلال سالولار 76 611003 أو 005 اتصال علو مرحبا دكتور أهلا بليس سؤال هلا أنا تقريبا في أربعة شهر بالجيم وقبل كنت كمان في أربعة شهر فكلوة مظهر شي ثمانت شهر ما هيزة الوزن ولا كيلة هلو هيدا الموضوع فيه كتير تفاصيل يعني ما رح حقدر إحزر ليش ما عم ينزل الوزن بس عامة بديك تنتبه على شو هو الجيم اللي عم تعملي يعني شو هو شو هند الإجزارسيسات اللي عم تعمليهم بالجيم بديك أكيد تستشيري الأخي الصائب الإجزارسيسات يعني الترينر تبعيك بالجيم تحديلي تخليه يركز أكتر على كل شي بنزل الوزن مش بيبني عضل وبنفس الوقت كمان بديك تشوف إذا عم تتبعي نظام غذائي نوعا ما بكون بساعد لنزول الوزن يعني ما نكون عم نتبع مثلا ما عم نتبع أبدا نزام غذائي وعم نخبز بالأكل وعم نعمل بنفس الوقت رياضة بالأكيد نزول الوزن اللي هيكون صعيب كمان بدينا ننتبع على هذا الموضوع اللي هو وإذا فيه مشاكل صحي وآخر الشي كمان بديك تنتبع ما يكون فيه بركة أرمونات معينة بجسمك عم تمنع هالوزن أنه ينزل هوا هن الثلاث أساس الرئيسية اللي بديك تركز على أهلا وسهلا فيك إسلامية برجع بإلاك كان وزن 86 في اتصال ثاني أوكي نرجع بنطرح السؤال بس حتى ما نطر المستمع على التليفون كتير ألو ألو يا عبدالعافة أهلا بس رصبت عفية أحتي مع الدكتور أتفضل بسمعي بس بديت ألطوال أنا عامل عملية قلب مفتوح وعندي سكرة في أعمل عملية تصغير المعدة ما في مانع أبدا بيمنع حدا يعمل عملية تنحيف تصغير المعدة بس أول شي تتأكد أنه عندك وزن زائد تحت تلك تكون مؤهل لهيك عملية لأنه بالنتيجة هؤل عملية هن للأشخاص اللي عندهم بدانة بدانة مرضية إذا كان عندك بدانة مع مرض السكرة أكيد بتستفيد من هيد العملية هلأ بيبقى لموضوع عملية القلب المفتوح هون أكيد فيه أخصائيين القلب رح أكيد يكشفوا عليك وهن رح يقولولنا شو التدابير المعين اللي لازم نتبعها قبل العملية وخلال العملية وبعد العملية لحتى تكون كل العملية سليمة أهلا وسهلا فيك يعني كله فيه حلول ولكن فيه أشياء فيه مسار بتكون تتبعوه تتكون بخط الأمان متر وستة وستين عمل دايت بدون دواء وبيقول أبدا مزغران بطنه مع أنه عبي عمل رياضة يعني هلأ بالمبدأ هون بدي يشوف كمان بارك هو عنده البدانة موزعة شوية من كل محل بارك ينزل من محل مثلا الفخاض الخسر الإيدان أكتر من منطقة البطن وهذا يعني منه موضوع دقيقة نقدر دغري نعطي حل رأم بيخلاص تسعة أربعة ثلاثة بيقول قديش وقت هو فترة النقاها يلي بيحتاج الإنسان من بعض العملية قبل ما يقدر يسافر عامة ما بيقوز أكتر من أسبوع يعني خلال الأسبوع بيقدر إذا كان كله منيح ومسأل معه ولا أي مضاعفات وكانت العملية مساهلة وأكيد إذا حالة الشخصي بتسمح لأنه شكل سك بس عامة إذا شخص كتير صحته منيح وسليم وصغير بالعمر والعملية كانت كتير سهلة وسريعة ما في شي بيمنع إذا ما كان في مضاعفات أنه يسافر بسرعة بيسافر بسرعة وبيضل في إمكانية للتواصل معكم خلال دائما الضروري يضلوا موجود مشان المتابعة للنظام الغذائي وللرياضة المتابعة أجبار يعني 40 سنة طلع معي ضغط عالي ودهون بالدم وزني 95 كيلو قالي الحكيم خفف وزني ما عم بقدر لا ما في حدا ما بيقدر لازم يعمل مجهود أكبر تحكي بس هي أوعات الناس صعبية أكيد بس هيدا أول مرحلة دايما لأنه إذا بتتبعي التعليمات أول مرحلة دايما هي أنه يجرب بأكيد مساعدة بركة من أخصائي تغذية أو بكمان رياضة معينة إنه يحاول قد ما فيه على مدة 6 شهر يتبع نظام معين طي يقدر يشوف موين بيوصل بهالنظام هيدا وقدش بيقدر ينزل الوزن تبعه ولما ما بيمشي الحال ساعتها بتتوجهه هنا بتنبح الساعتها موضوع إذا منقدر نساعده إذا في حاجة لا إذا في وزن زائد بالفعل يعني لأنه في درجة معينة يعني ينزل مثلا 15 كيلو يزيد يرجع 20 ينزل 10 يزيد 12 ليش دايما نسترد أكتر وزن مما كان عنا هلا هيدا الافير بنسميه الافير يويو اللي بينزل وبيطلع وبيطلع عامة لأنه كل ما نعمل هاليويو مرة الحرق بالجسم بخف بيصير أبطأ مش هيدا السبب مع الردي ناخد وزن أكتر كمان نجات بتقول هل ممكن تنعمل عملية تنحيف لوزن تحت 95 كيلو هو ما قلو علاء الوزن أبدا يعني إذا مناخد شخص وزنه 95 بس طوله متر وخمسين يعني عنده تقريبا 40 كيلو زيادة دونك هون يبكون عنده كتير وزن زيادة إذا حدا طوله متر وتسعين ووزنه 95 بيكون وزنه كتير منيح دونك ما قلو علاء الوزن بحد نفسه بتحسبه مؤشر كتلة الدهون دائما لازم نعمل كيف نحسبها المؤشر كتلة الدهون هو حساب بسيط مناخد الوزن بالكيلو جرام ومنقسمه بالطول بالماتر يعني عامة منعمل إذا كان وزنه 100 كيلو طوله 1.7 ماتر ساعة منقسم 100 ب1.7 أول مرة منرجع النتيجة منقسمه مرة تانية ب1.7 وهيكي بيطلعن المؤشر كتلة الدهون اللي هو ولازم يكون أقل من 26 أقل من 26 وإذا أكتر ساعة بيصير ينحكى وينشاف قديش النسبة وفوق 30 بيصير أكتر الاحتمال النوع ما بعف إذا في عنا اتصال لأن قطع التجنب السوائل بيخلال الأكل شو بيأثر ليش تنصحه كمان هذا الموضوع المهم تيقدر الشخص يأكل الأكل المهم لأله بدون ما يشبع بسرعة لأنه نحن نعرف أن السوائل كمان بدون وقت تحط يظهر من المعد يأخذ محل يعبوا محل بالمعد هذا سبب رئيسي أنه نجرب بعد العملية لأنه المعد صغيرة ما نشرب بنفس الوقت نحن وعن ناكل تنقدر نأمن أنه رح ناكل الوقع الكامل المطلوب مننا أنه نكل تنفوت التغذية اللازمة على الجسم طبعنا يعني أنتو الهدف الأساسي الجيبة صارت صغيرة ما بدنا نوسعها وبنفس الوقت بدنا نأمن للجسم كل العناصر الغذائية ضرورية مية بالمية وكمان إذا كتير شربنا مع الأكل منعرض أوقات أنه هالمعد تتوسع بس تعرف ما بهمني أنا ما كتير بركز على المعد إذا رح توصع أو لا لأنه آخرتا دائما بدي توصع على المعد ومش فرق يعني مش هيدا هو الشيء اللي بيخلي أنه الوزن يرجع يزيد ما في علاقة كل الدراسات اللي عملت اليوم على حجم المعد من بعد العملية وعلى صعود الوزن ما لقوا ولا أي كورريلاسيون آه ما في علاقة بين حجم المعد أبدا ولا دراسة فرجت أنه بيقدر يكون في علاقة بين حجم المعد من بعد العملية بكم سنة وبين الوزن اللي بيزيد لأنه برجع بقول أنه نحن بالنتيجة ما في معدى رح تزغريها بأي عملية إن كان ما بدت ترجع تكبر مع الوقت بس إذا منجي مناخد الإحصاءات منليه إنه إذا بدك أقل من 25% بس من الأشخاص بيرجع بيزيد وزنهم مية بالمية من الأشخاص معدتهم بتكبر دونك ما في علاقة أبدا بين إنه إذا توسعت المعد يعني اللي بيفتح الشهية اللي فيه أرمون لجرالين مظبوط بتخف كتير الشهية من بعد العملية قص المعدة لأنه بتخفها الهرمون هاي دي دونك الشي الأساسي نفهمه إنه ما نعيش بهوس رح توسع المعدة المعدة لازم توسع هاي دي طبيعة الإنسان بده تكبر اللي ترجع على المعدة وتوصل لها حجم مش هترجع متل ما كان تقبل بس توسع شوية بس المهم هو إنه نركز إنه نغير العوية تابعونا أهمة من كل شي وتاني شي ليش مهم كتير الرياضة على أنواع من بعض العملية لأنه بتساعدنا شوية نسرع الحرق بجسمنا هي هون بتساعد وما في رياضات ممنوعة من بعد جراحة البدانة ما في شي ممنوع من بعد جراحة البدانة بس دائما بأول مرحلة برجع بقول من المفضل إنه خاصة أول إذا بدي كم فترة مش لازم نبلش ضغري نبني عضل يعني نعمل إذا بدي الحديد وكله وتحد ليش لأنه بتبطي نزول الوزن مش لأنه ممنوعة مش هين المعدة المعدة بتلحم ضغري بسرعة وفيه يعمل بده يالإنسان بس المهم إنه نستفيد من أول كم شهر من بعد العملية تنزل وزننا شوية بسرعة الليلة بتقلك إذا قسمنا الطول على الوزن النتيجة منرجع نقسمه مزبوط هايدي يعني بس بده اتمنى يعني راكان وراء بيخلاص بثلاثة ثمانية سبعة والعديد يعني عب يبعطول طول ووزن يعني مش نحنا لحنا عمل العملية الحسابية لنالكون نقسم الطول على الوزن والنتيجة منرجع نقسمه الوزن على الطول ومنرجع النتيجة كمان نرجع نقسمه على الطول ولازم يكون ستة وعشرين وما دون حتى يكون الوزن جيد وهيدا بيكون نتيجة هو مؤشر كتلة الدهون مصبوط نعم دكتور ناجي صفى يعني في اش لكتير ما نحكي ليش اوقات بتفشل جراحة المؤشرات على فشل جراحة البداني وما بعف اذا في شي يعني بعد في كتير اسئلة نحن عنا ليش بتفشل شو المؤشرات شو اللي بينعمل اي متى فينا نصلح يعني اشيا او هو المريض يعني اخطاء ارتكبه هو وقدت للفشل او خطأ طب اذا فينا نعتبر هالشي بلك بلقاء مقبل عبر صوت المين بدي اشكرك كتير الاختصاصي بجراحة البداني الاستاذ المحاضر بجامعة موريال كندا ومؤلف الكتب الطبية على هالصعيد دكتور ناجي صفا اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان شكرا اشكرا موسيقى